زي طالبات وطلبة شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في برنامج الرياضي وزي ما تكلمنا في الجبر قلنا عندنا ثلاث وحدات الوحدة الأولى بتتكلم عن حاصل الضرب الديكارتي والعلاقة والدل الوحدة التانية درسنا فيها النسبة والتناسب وعرفنا خواص التناسب واتكلمنا عن التناسب المتسلسل وأيضا التغير الطردي والتغير العكسي النهاردة في حلقة اليوم هندرس الوحدة التالتة وهي دي بتتكلم عن الإحصال وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنت عدوا نعمة الله لا تحصوها أيضا ذكر الوسط في القرآن الكريم وجعلناكم أمة وسطة طيب احنا درسنا قبل كده مقاييس النزعة المركزية وعرفنا مقاييس النزعة المركزية هي الوسط والوسيط والمنويل وعرفنا أن الوسط الحسابي لمجموعة من القيم يساوي مجموعة هذه القيم على عدده وأيضا الوسط الحسابي لجدول توزيع تكراري زي مجموعات يساوي مجموع ميم في كاف على مجموع كاف حيث كاف هو التكرار السنة دي في الصف الثالث الإعدادي بندرس مقاييس التشتت ومقاييس التشتت هي المدى والانحراف المعيالي طب يا ترى المدى ده عبر عن إيه؟ المدى لمجموعة من القيم يساوي أكبر قيمة نائس أصغر قيمة تعالوا نتعرف مع بعض على المدى ونكتب مزايا المدى وعيوب المدى التشتت مقاييس التشتت المدى وهو أبسط مقاييس التشتت ومدى المجموعة هو الفرق بين أكبر مفردة وأصغر مفردة في المجموعة يعني أكبر قيمة نائس أصغر قيمة فمثلا قيم مجموعة ألف كانت ستين وتسعة وخمسين وتلاتة وستين وواحد وخمسين وخمسة وخمسين أنا عاوز أجيب المدى اتفقنا المدى لمجموعة من القيم عبارة عن أكبر قيمة نائس أصغر قيمة أكبر قيمة في دول مين؟ تلاتة وستين أصغر قيمة كام؟ واحد وخمسين إذن المدى يساوي تلاتة وستين نائس واحد وخمسين أهو إذن المدى يساوي 63 ناقص 51 يعني المدى يساوي كام حيساوي 12 يبقى قيم مجموعة تانية به كانت 37 و 35 و 42 و 21 و 39 أنا عاوز أجيب المدى لهذه المجموعة اتفقنا أن المدى يساوي أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة أكبر قيمة في دول مين 42 وأصغر قيمة هي 21 إذن المدى عبارة عن 42 ناقص 21 يبقى إذن المدى يساوي 42 ناقص 21 يعني بيساوي كام يساوي 21 يبقى المدى لمجموعة به تساوي كام 21 ومن ذلك نجد أنه ده معنى إيه؟ أن به أكثر تشتتا من إيه؟ من ألف طبعا لأن به المدى طلع بكام بـ 21 بينما ألف المدى طلع بكام بـ 12 مميزات المدى هو طريقة سهلة وبسيطة وتعطي فكرة سريعة عن تباعد وتقارب المفردات عيوب المدى لا يعكس أثر جميع المفردات لأن حسابه يعتمد على أكبر وأصغر مفردة فقط ويتأثر بالقيم المتطرفة إحنا اتفقنا إن عندي من مقاييس التشتت حكتين المدى والإنحراف المعيان تاني مقاييس التشتت قلنا حكتين المدى والإنحراف المعيان المدى لمجموعة من القيم عرفنا بيساوي أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة هندرس بقى الانحراف المعياري لثلاث حالات الانحراف المعياري لمجموعة من القيم والانحراف المعياري لجدول تكراري بسيط والانحراف المعياري لجدول تكراري زي مجموعات أولا الانحراف المعياري لمجموعة من القيم يساوي الجزر التربيعي لمجموع سين ناقص سين شرطة لكل تربيع على النون النون دي اللي هي عدد القيم طب سين شرطة هو الوسط الحسابي لهذه القيم وإحنا في بداية الحالة أقولنا الوسط الحسابي لمجموعة من القيم يسوي مجموعة هذه القيم على عدده سين دي اللي هي كل مفردة أو كل قيم يبع عشان أجيب لانحراف المعياري لمجموعة من القيم يلزمني إن أنا أعمل جدوى المكون من ثلاث خانات الأولى سين والتانية سين نائس سين شرطة والتالتة سين نائس سين شرطة لكل تربيع وعود في القانون بكده أحصل على الانحراف المعياري لمجموعة من القيم تعال نكتب مع بعض القانون الانحراف المعياري وهو أهم وأضق مقاييس التشتت وأوسعها انتشارا وطريقة حسابه كما يلي أولا الانحراف المعياري لمجموعة من القيم أو المفردات سجما تساوي سجما دا العلامة بتاعت للحراف المعياري أو الرمز بتاعه الجزر التربيعي لمجموع سين نائس سين شرطة لكل تربيع على نون واتفقنا ان نون دي اللي هي عدد القيم وسين شرطة هو الوسط الحسابي لمجموعة القيم وده بيساوي مجموحهم على عددهم بينما سين عبارة عن كل قيمة برمز لها بهذا الرمز اللي هو سين حيث سين مفردة من المفردات سين شرطة اتفقنا هو الوسط الحسابي للمفردات وأخيرا نون هي ايه عدد المفردات طبعا سيجما دي اللي علامت الايه المجموعة مثال احسب الانحراف المعياري لمجموعة القيم تمانية وتسعة وسبعة وستة وخمسة احنا قلنانا عندنا تلات حالات لحساب الانحراف المعياري الحالة الاولى هنتعلم ازاي اجيب الانحراف المعياري لمجموعة من القيم طيب عشان اجيب الانحراف المعياري المجموعة من القيم الاول اجيب وسط الحسابي ليه مين شطر يقول لي ازاي اجيب الوسط الحساب المجموعة من القيم برافو عليك انت قلتها لنا يا مستر من شوية مجموعة هذه القيم على عدده كده انا عرفت السين شرطة اللي هو الايه الوسط الحساب عشان اجيب بقى الانحراف المعياري قلتلكم ان انا بعمل جدوى المكون من ثلاث خانات مين فاكر يقول لي الثلاث خانات برافو واحد قال لي يا مستر سين سين ناقس سين شرطة سين ناقس سين شرطة لكل ايه تربيع بعد كده عوض في القانون احسب الانحراف الايه المعياري بص كده معي الحل اولا نوجد سين شرطة اللي هو ايه الوسط الحساب للقيم قلنا عبارة عن ايه مجموعة هذه القيم على عددهم يبا سين شرطة تساوي ادي عندك هو سيجما يعني مجموعة السين على نون يعني بتساوي السين شرطة عبارة عن ادي هنا تمانية زائد القيمة اللي بعدها تسعة زائد اللي بعدها سبعة زائد اللي بعدها ستة واخيرا خمسة عددهم كم دول عددهم خمسة يبقى حاسب على خمسة ادمع تمانية وتسعة وسبعة وستة وخمسة على خمسة بالقالة الحاسبة يطلع النتج يساوي كام يساوي سبعة كده انا جبت السين شرطة اللي هو الوسط الحساب تعالا بقى نعمل الجدول المكون من ثلاث خانات اللي اتفقنا عليه بص كده اهو يبقى عندي سين التانية سين ناقص سين شرطة اللي بعدها سين ناقص سين شرطة لكل تربية طيب سين اللي هي القيم عبارة عن تمانية تسعة اللي بعدها سبعة اللي بعدها ستة أخيرا خمسة سين ناقص سين شرطة يعني تمانية ناقص كام سين شرطة جبناها بسبعة يبنى ناتج بواحد اللي بعده تسعة ناقص سبعة اللي هي سين شرطة يساوي كام يساوي اتنين اللي بعدها سبعة ناقص سين شرطة اللي هي سبعة الناتج يساوي سفر اللي بعده ستة ناقص سبعة الناتج يساوي كام حيساوي سالب واحد اللي بعده خمسة ناقص سبعة الناتج يساوي كام حيساوي سالب اتنين الخانة التالتة عبارة عن سين ناقص سين شرطة لكل تربية يعني انا هربع السين ناقص سين شرطة مربع الواحد يساوي واحد مربع الاثنين هيدينا اربعة مربع السفر يعني اضربه في نفسه يديك سفر مربع السلب واحد يعني سلب واحد في سلب واحد بواحد خد بالك النتج موجب مربع السلب اثنين يديك اربعة تعال بقى نجمعهم واحد زائد اربعة زائد سفر زائد واحد زائد اربعة النتج يساوي عشر ادي المجموعة هو النتج عشر خلاص بعد ما عملت الجدول اقدر بقى اكتب القانون يلا مين فاكره برافو عليك واحد قال لي يا مستر سيجما اللي هو الانحراف المعيار يساوي الجزر التربيعي المجموع سين ناقسين شرطة لكل تربيع على نون حكتبهو لك اهو اهو قال انحراف المعياري سيجما يساوي وقاد القانون اللي اتفقنا عليه مجموع سين ناقسين شرطة لكل تربيع على نون انا جاي بمجموع سين ناقسين شرطة لكل تربيع بعشرة والنون بخمس يبقى سيجما بتساوي الجزر التربيعي لعشرة على خمسة عشرة على خمسة باتنين يعني الجزر التربيعي لاتنين الناتج بالقالة الحسبة يساوي تقريبا واحد واربعة من عشر طيب احنا اتفقنا ان الانحراف المعياري حجيبه لثلاث حالات الحالة الاولى عبارة عن الانحراف المعياري المجموعة من القيم الحالة التانية الانحراف المعياري لجدول تكراري بسيط إيه اللي حيفرق عبارة عن سجمة تساوي الجزر التربيعي لمجموع سينة السين شرطة لكل تربيع في كاف على مجموع كاف وكاف هنا هي التكرار وسين اللي هي القيم اللي مدهالك في الجدل تعالوا نكتب مع بعض القانون حساب لانحراف المعياري لتوزيع تكراري سجمة تساوي الجزر التربيعي لمجموع سينة السين شرطة لكل تربيع في كاف على مجموع كاف طيب خد بالك هنا بقى سين شرطة جيبها ازاي ده عبارة عن ايه جدول تكراري يبقى عشان اجيب السين شرطة اللي هو الوسط الحسابي يبقى مجموع ميم في كاف على مجموع كاف خلاص او مجموع سين في كاف على مجموع ايه على مجموع كاف بص كده معايا مثال حيث سين تمثل القيمة او مركز المجموعة طبعا لو هي مجموعة وعند الكاف هو التكرار ومجموعة كاف يعني مجموعة التكرارات والسين شرطة هو الوسط الايه الحسابي عبارة عن مجموعة سين في كاف على مجموعة ايه على مجموعة كاف ده قانون الوسط الحسابي زي ما قول ادي مثال بيقول لي في هذا المثال الجدول الاتي يبين توزيع عشرين شخصا بالسنين ادي الجدول اهو ادي العمر و ادي عدد الاشخاص اللي عمرهم خمستاشر عددهم اتنين اللي عمرهم عشرين كان عددهم تلاتة اللي عمرهم اتنين وعشرين عددهم خمسة ده اسمه جدول تكراري بسيط ليس زي مجموعات اللي عمرهم تلاتة وعشرين عددهم خمسة اللي عمرهم خمسة وعشرين عددهم واحد اللي عمرهم تلاتين عددهم اربعة واخيرا المجموع اللي هو عدد الاشخاص كام عشرين انا بقى عاوز اجيب الايه الانحراف المعياري لهذا الجدول يبقى يلزمني عمل جدول بس الاول انا هجيب سين شارطة اللي هو مين اللي هو الوسط الحسابي طب بص كده معي اوجد الانحراف المعياري للاعمار عشان اجيب الوسط الحسابي حنكون جدول مع بعض احنا درسناه في الصف الثاني الاعداد اهو ادي الحل اولا نجد الوسط الحسابي للاعمار اللي هو سين شارطة ادي الجدول مكون من سلاس خنات ادي العمر و ادي عدد الاشخاص اللي هو اتكرارات كاف و اخيرا سين في كاف عشان القانون بتاع السين شارطة مجموعة سين في كاف على مجموعة كاف ادي الاعمار عندنا 15 20 22 23 25 و اخيرا 30 عدد الاشخاص اللي هي التكرارات كانت 2 3 5 و ادي 5 و اللي بعده 1 و اخيرا 4 سين في كاف يعني انا حضرب 15 في 2 طبعا ب30 بعد كده 20 في 3 بكام ب60 22 في 5 دول ب110 23 في 5 ب 115 25 في 1 ب25 30 في 4 ب120 اخيرا بقى انا حاجب مجموعة تكرارات و مجموعة سين في كاف ادي المجموعة هو مجموعة تكرارات كان 20 حجمع سين في كاف هيطلع الناتج 460 كده انا اقدر اجيب الوسط الحسابي اللي هو سين شارطة مين شاطر يقول للقانون برافو عليكو ده درسناه في الصف الثاني الاعداد ولسه قيلينه من شوية ان سين شرطة تساوي مجموعة سين في كاف على مجموعة كاف يعني 460 على 20 يبقى هنا السين شرطة الوسط الحسابي تساوي 460 على 20 ده القانون هو باكتبه لك اهو على مجموعة كاف يعني 460 اهو على 20 الناتج يساوي 23 ده الوسط الحسابي خد بالك انا محتاج اجيبه في السؤال عاوز الانحراف المعياري سجما يلزمني عمل جدول طبعا عند السين وعند الكاف هجيب سين ناقسين شارطة وانا جبت السين شارطة وبعد كده سين ناقسين شارطة لكل تربيع وبعد كده سين ناقسين شارطة لكل تربيع في كاف بص معايا الجدول طبعا 23 سنة ده الوسط الحسابي ثانيا نكون الجدول اللي هو بهذا الشكل ادي عندي سين اللي بعده كاف اللي بعده سين ناقسين شارطة اللي بعده سين ناقسين شارطة لكل تربيع اخيرا سين ناقسين شارطة لكل تربيع في كاف تعالى نكتب السين ده مدهالك اهو 15-20-22-23-25-30 تعالى نكتب الكاف اللي هو التكراراته اتنين ثلاثة خمسة خمسة واحد اربعة مجموعة تكرارات عشرين سين بقى ناقسين شارطة سين 15 السين شارطة لسه قيلنا بـ 23 يعني 15 ناقس 23 يعني سلب 8 اهي اللي بعده عشرين ناقس 23 يعني سلب 3 اللي بعده اتنين وعشرين ناقس 23 يعني سلب 1 اللي بعده تلاتة وعشرين ناقس 23 يعني سفر اللي بعده خمسة وعشرين ناقس 23 يعني اتنين اللي بعده تلاتين ناقس 23 يعني سبعة تعالى نشوف العمود اللي بعده سين ناقسين شارطة لكل تربيع يبقى أننا هربع السين ناقل سين شارطة هو مربع السلب 8 كام يعني سلب 8 في سلب 8 ما فيش مربع حاجة أبدا بالسالب كله هيبقى موجب 8 في 8 بـ 64 مربع السلب 3 بـ 9 مربع السلب 1 بـ 1 مربع السفر بـ 0 مربع الـ 24 مربع السبعة 49 آخر عمود سين ناقل سين شارطة الكل تربيع فيك أنا عندي سين ناقل سين شارطة أمامك هو 64 9 1 0 4 9 فين الكاف اللي هو العمود التاني أضرابهم في بعض يعني 2 في 64 يديك 128 بعد كده 3 في 9 بـ 27 5 في 1 بـ 5 5 في 0 بـ 0 1 في 4 بـ 4 4 في 49 مية 96 اجمع السين ناقل سين شارطة الكل تربيع فيك في آخر عمود 128 زائد 27 زائد 5 زائد 0 زائد 4 زائد 196 الناتج يساوي 360 كده أنا كونت الجدول خلاص جاهز إن أنا أكتب القانون وعود مين شاطر حيقول للقانون مرافو عليك وحيتحافظه هو قال لي يا مستر السجما يساوي الجزر التربيعي لمجموع سين ناقل سين شارطة الكل تربيع في كاف على مجموع كاف هنكتب القانون هو ونعوض اهو لانحراف المعياري سجما يساوي وقاد القانون اللي احنا اتفقنا عليه مجموع سين ناقل سين شارطة الكل تربيع في كاف على مجموع كاف تعالوا نعوض يبقى سجما يتساوي الجزر التربيعي لتلتمية وستين مجموع الكاف بعشرين يعني الجزر التربيعي لكام لتمنتاشر يساوي تقريبا كام اربعة واربعة وعشرين من مين اتفقنا أن الانحراف المعياري عندي ثلاث حالات الحالة الأولى الانحراف المعياري لمجموعة من القيم وهو مجموع سين ناقل سين شارطة الكل تربيع على نون اللي هي عدد القيم الحالة التانية الانحراف المعياري لجدول تكراري بسيط واخيرا الحالة التالتة الانحراف المعياري لجدول تكراري زي مجموعات حيفرق حاجة عن اللي فات ده حاجة واحدة بس ان انا بجيب مركز المجموعة مركز المجموعة عبارة عن المجموعة زائد التالية لها على اتنين وفي هذه الحالة يبقى سجما يساوي الجزر التربيعي لمجموعة سين ناقل سين شارطة الكل تربيع في كاف على مجموعة كاف سين هنا اللي هي مركز المجموعة تعالوا نكتب مع بعض القانون حساب الانحراف المعياري لتوزيع تكراري زي مجموعات اوجد الانحراف المعياري لهذا التوزيع الحوافز عدد العمال 25 جنبها شرطة هبقت مجموعات طبعا عددهم 10 45 عددهم 14 المجموعة اللي بعدها 55 عددهم 20 اللي بعدها 65 عددهم 28 المجموعة اللي بعدها 75 عددهم 20 المجموعة اللي بعدها 85 عددهم 8 طيب انا عشان اجيب الانحراف المعياري طبعاً لجدول تكراري زي مجموعات الزمن الأول أجيب الوسط الحسابي وده مجموعات يبعبارة عن إيه طبعاً هجيب الأول السين هنا اللي هي مركز المجموعة بص معايا بقى أولاً نوجد الوسط الحسابي للأعمار فأنا هعمل جدول أهو المجموعة بعد كده مركز المجموعة اللي هو سين التكرار كاف وأخيراً سين في كاف المجموعات عندك أهيه 25 45 55 65 75 أخيراً 85 تعالوا بقى نجيب مركز المجموعة اللي هو رمزنا له بالرمز سين قلت لك مركز المجموعة عبارة عن المجموعة زائد التالية لها على 2 يعني 35 زائد 45 على 2 الناتج يساوى 40 عاوز أجيب مركز المجموعة اللي بعدها بطريقة سهلة أول المجموعات اللي أمامك بتزيد كام بتزيد عشرة يا مستر إذن مركز المجموعة هيزيد عشرة يبع على طول اللي بعد الـ 40 كام 50 اللي بعدها 60 اللي بعده 70 اللي بعدها 80 وأخيراً 90 تعال نكتب التكرارات اللي هو كان العدد اللي مدهولك 10 14 20 28 20 أخيراً 8 تعال نجيب سين في كاف سين 40 في كاف 10 بالنتج 400 50 في 14 700 60 في 20 1200 70 في 28 1960 80 في 20 1600 90 في 78 720 أوعى تنسى تجمع التكرارات وأيضاً أجمع سين في كاف طبعاً المجموع التكرارات مجموحهمية مجموح سين في كاف 6500 كده أنا أقدر أجيب الوسط الحسابي مجموع سين في كاف على مجموعة كاف يلا يبقى سين شرط عبارة عن إيه الوسط الحسابي يساوي هذه هو القانون مجموع سين في كاف على مجموع كاف وتعالوا نعوض القانون هو يبقى السين شرط عبارة عن 6580 على 100 النتج يساوي كام 65.8 من 10 ده اللي هو الوسط الحسابي المطلوب إيه كان مطلوب الانحراف المعياري عشان أجيب الانحراف المعياري يلزمني عمل جدول زي ما اتفقنا بهذا الشكل ودي الجدول اللي احنا اتفقنا عليه سين كاف سين ناقص سين شرطة سين ناقص سين شرطة لكل تربيع وأخيرا سين ناقص سين شرطة لكل تربيع في كاف اتفقنا سين هي مركز المجموعة تعالوا نكتب مركز المجموعة اللي عندنا قادي 40 50 60 70 80 90 التكرارات هو من دهولك هو 10 14 20 28 28 سين ناقص سين شرطة سين اللي هي 40 مركز المجموعة سين شرطة اللي والوسط الحساب اللي حصلنا عليه كان 65 و 8 من 10 يبقى عندي 40 ناقص 65 و 8 من 10 طبعا بالقال الحزب الناتج سالب 25 و 8 من 10 اللي بعده 50 ناقص 65 و 8 من 10 بسالب 15 و 8 من 10 60 ناقص 65 و 8 من 10 سالب 5 و 8 من 10 اللي بعده 70 ناقص 65 و 8 من 10 الناتج 4 و 8 من 10 اللي بعده 80 ناقص 65 و 8 من 10 14 و 2 من 10 أخيرا 90 ناقص 65 و 8 من 10 24 و 2 من 10 العمود اللي بعده يسين ناقسين شرطة لكل تربيع يعني أنا هربع سالب 25 و 8 من 10 الناتج هيطلع 665 و 64 من 100 الربع اللي بعده يديك 249 و 64 من 100 الربع سالب 25 من 10 الناتج 33 و 64 من 100 ربع الـ 4 و 2 من 10 طبعا بالقالة الحسبة 17 و 64 من 100 لو ربعت 14 و 2 من 10 الناتج 21 و 64 من 100 هنربع الـ 24 و 2 من 10 585 و 64 من 100 العمود الأخير سين ناقسين شرطة لكل تربيع في كاف يعني هضرب العمود اللي هو رقم 4 في العمود التاني يعني 10 فيه 665 و 64 من 100 هيطلع الناتج 6656 و 4 من 10 كذلك 14 فيه 249 و 64 من 100 20 فيه 33 و 64 من 100 28 فيه 17 و 64 من 100 20 فيه 21 و 64 من 100 30 فيه 23 و 64 من 100 تعالى بقى بعد ما عملنا الجدول نجيب الانحراف المعياري يلا هنكتب القانون مع بعض سجما بتساوي قادي القانون هو الانحراف المعياري عبارة عن سجما تساوي الجزر التربيعي لمجموع سين ناقسين شرطة لكل تربيع في كاف على مجموع كاف اللي هي مجموع التكرارات قادي القانون تعالى نعوض بقى في القانون يبقى سجما تساوي الجزر التربيعي وانا جبت مجموع سين ناقسين شرطة لكل تربيع في كاف تلع بكام تلع بعشرين الف ستة وتلاتين على مجموع التكرارات اللي هي 100 الناتج يساوي 14 و 15 من 100 ده الانحراف المعياري لجدول تكراري زي مجموعة بكده عزائي الطالبات والطالبة نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم بشكركم على حسن وتبعتكم تحياتي وتحيات أسرة البرنامج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر